وفي إطار زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية اجتمع سعادة السيد زايد براشد زياني وزير صناعة وتجارة والسياحة مع سعادة السيد دون غريفز نائب وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كل الجانبين وفي بداية الاجتماع أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن لمملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ممتد من التعاون المشترك على كافة الأصعدة والذي عززته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والزيارات المتبادلة وجرى خلال الاجتماع منح الولايات المتحدة الأمريكية من قبل مملكة البحرين شهادة اعتمادها صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية مبينا بأن هذه الشهادة تأتي تحقيقا للرقبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأشار سعادة الوزير زايد الزياني إلى أنه تم إطلاق المركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي تعزيزا لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي حيث يتميز المركز بتقديم خدمات أسرع وبأقل تكلفة بالمقارنة مع الشحن البحري والجوي منفردا كما تم خلال الاجتماعات تسليط الضوء على منطقة التجارة الأمريكية التي تم تدشينها في مدينة سلمان الصناعية مؤخرا والتي تأتي شاهدا على متانة العلاقات الاقتصادية والشراكة التجارية بين البلدين الصديقين